السلام عليتي ان شاء الله كامل تكونوا بخير بصحة وعافية يا رب العالمين مرحبا جدد ومرحبا بالقدمة لكم الدهرداركم وأنا ضيفة عندكم مرحبا من في تحدي الأسبوع الثالث من تحدي نسف الدهون يعني تدمير الدهون الأسبوع هذا ولا أرضا فقط ركزوا لي عليه حرفيا تبعي فيديو حتل التالي تزر بيه انت خاصره في لافير المهم نشكر المشتركات اللي يبحثوا لي نتائج انتحم اللي هما ران في الاستشارة المجانية عفوان مش المتابعة اللي ران في الاستشارة المجانية هنها هذي المشتركات تبعت تحدي 12 أسبوع وخسرت به 10 كيلو يعني بحثت لي نهار قبل ما تكمل 12 يوم كانين بزاف انتقادات اللي لقيتهم في التعليقات على التحدي 12 أسبوع هو انه صحتنا في اللعب ريجيم قاسي في الأول قلت لكم انه ريجيم قاسي ولكن ما راح تصيبه النظام اللي يكون متوازن ويرفدكم لأنه بكل بساطة صحتكم راهي امانا في رقبتي حتى ونطيكم نظام قاسي نتحمل المسئولية نتاعه لأني ندله تعديل نطيهولكم قاسي ونطيهولكم بالتعديل وكاين في بعض الأحيان نطيهولكم قاسي يبقى هكذا قاسي ولكن مراه في الأسبوع اللي مراه حتلقاوا نظام متوازن هذي باش نكون فيه عنكم لأني نمشي بمبدأ سنرحل ويبقى الأثر الخدمة هذي نحبها نحشق فيها نمد من قلبي والمشتركات اللي رام في الاستشارة المجانية ولي رام في المتابعة المدفوعة رام يا عرفوني مليح اللي رام اللي تحقين بالأفواج ولي رام بالفوج تها الاستشارة المجانية كي نمد لك حاجة غير ما كلا تحقين بالأسرار من التالي حاجة من خبيعة اللي رام ركزت لي على الميزان يا لحبيبة الصح ما شيفي الوزن المثالي الصح في الجسم المثالي لي سبب واحد وواحد تكوني ميترة وسبعين الوزنة تاعك خمسة وستين يعني الوزن المثالي ولكن عندك الكرش عندك الضوضانات يعني ما عندكش الجسم المثالي انا نحوص على الجسم المثالي مشي على الوزن المثالي اذا ركزي على المقاسات اكثر من انك تركزي على الميزان هاي لك شجرة ثقيلة ولكن ما ركزها على المقاسات الصح في لا طاي مشي الصح في الميزان همالة ديري القلب ومد مزيديش تقولوا لي التعليقات نشوف وحد التعليقات راسي ويجعني راسي تقلاري ايرير تاع شحل المدة شحل ريحتي هي راي خاضت التجربة ودرت النظام وراهي نقصت ومتي بقيت سقسي شحل المدة شحالي لا سهل ولا صعيب ما في انتي يا خوضي التجربة انتي بنفسك لانه كل واحدة معدل الحرق تاع الجسم انتحها كل واحدة والهرمونات التوحى كل واحدة والصبر انتحها كل واحدة والارادة انتحها اذا التكليع لاربي قلتلكم واحدة خير من الوحدة الا في الارادة والاسرار والعازمة اما راكم قاولة 19 حتى اللي زادت في السبع عشر عندي احسن ميزة 19 خطر السبع عشر بقى تتقاوم حتى كملة 19 ما التالي نقولكم الف تحية لكل المتتبعات اللي رام في القناة لكل المشتركات اللي رام في المتابعة المدفوعة لكل المشتركات اللي رام في الاستشارة المجانية نقولكم هاو حقكم خاصة اللي رام يتبعوا من القناة ويختنموا الفرصة فقط على الاستشارة المجانية لطرح اسئلتكم نقولكم حقكم هاو وباذن الله حتى وصلوا حنعطيكم هذه الوصفة بعدها هندخلوا في النظام وهذه الوصفة اللي حيستعملوها لعندهم نقص فيتامين 2 اللي عندهم العنيمة هي الكرموس اليابس كي اللي عايطلو ينغمن كي اللي عايطلو عندو اسمحدة اخر كي اللي عايطلو ينغمنوا والله منعاود التسجيل المهم نحكم ونقطع كما شفتوا هذك 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 الطريقة كيف سنقسموه نديرو افور بعد ما يفور شوفو الشيح نديرولو نخلي واحدة يبرد تماما بعد ما يبرد نروح نحطو فيه سنيوة ولكن بشرط يكون بابيتوخشو من الفوق وبابيتوخشو من التحت ونشف نشفو مليح بعد ما نشفوه ونروح نديرو في بلارة تاع زجاج اي بلارة تكون عندك المهم تكون معاقمة جيدا وننشفها مليح نحط فيها كامل الكرموس تاعي كمية تاع الكرموس وندير عليها الزيت الزيتون كما راكم وكما راهم وضح في الصورة ندير نغطي عليه ونبعد نغطي نغلق عفوا بعد نغلق البلارة ونحطها مدة عشر ايام فيما كان يكون مظلم في البلاكارتاك بعدها نوالي ندي زوج صبح مليحة اللي عندهم رانيمين اللي عندهم نقص فيتامين دان كاين الطريقة الثانية ايضا كاين يزيد له الثوم الحمرة ونزيد له الزحتر وكاين الطريقة الثالثة اللي يزيدو له التمر ويزيدو له الجلجلان ويغطوه ثاني بزيت زيتون بثلاث طرق كامل المليح كرموس اليابس روعة المهم عندهم يدي زوج صبح عريق حتى اللي يعانيهم اكرمكم الله من الامساك يداوموا عليه روعة 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 وهو قد ما يطول يعني تخليه يترقد دمنيح قد ما يطول شهر شهرين حيتكون الطعبة تاعه رائعة وحيتكون الفوائد تاعه اكثر واكثر واكثر نتمنى انكم تدخلوه في وجبة فتور الصباح انتاعكم تدخلوه في الروتين اليومي انتاعكم ولكن ما ينتكلش في كل وقت ينتكل في الفترة الصباحية عريق مليح بزاف بزاف نروحوا للنظام انتاعنا كاين قبل ما ندخل للنظام كاين يسقطوني على المتابعة المدفوعة ونقولكم مرحبا بكم اتواصلوا معايا في الواتساب بالنسبة للنظام تحكم تحذل اسبوع عندكم وجبتين فقط عندكم الوجبة تحوجبة الغداء وعندكم الوجبة تحلحشة لي حتكون على الستة ونحبس الماكلة الوجبة نتاعي تحلغدتها الاسبوع الثالث من اختياركم المهم ندي طابق كامل متوازن فيه اليار فيه بروتيين فيه نشويات تقدروا لي حالة نقدر ندي حساء تقدر ندي حساء الخضر ما عاد البطاطا لا لا انا نفضل الاسبوع الاول والثاني ديتو حساء الاسبوع هذا تدو خضراء انفورة ولا تدو يعني تدو هكا جوازات طيبين صحي تقريبا طيب ملعقة تا اكل الزيت العادية مش بزيت الزيتون بالنسبة للوجبة نتاعي تعلحشة هنديها غانية بالبروتيين مع طبق صلاطة ونزيد معها إضافة بهنغذي البكتيريا النفعة الموجودة في المعيدة التاعي اختياري ندي كاستعماء ملعقة تخلط تفح أو خلطين الشوكي ملعقة كبيرة أو أني ندي علبة يهود طبيعي مع عصرة ليمون أو ندي علبة بتيسويس هنا اختياري كي يمزف اللي سقسوني حنا نكين في وصفات نجمع نوعين من البروتيين حنا عدنا ثلاث أنواع من البروتيين عدنا البروتيين النباتي وعدنا البروتيين الحيواني وعدنا البروتيين الناقص البروتيين الحيواني اللي نعرفه اللحم البيضاء وعدنا الأسماك واللحم الحمراء البروتيين النباتي اللي هو اللي عندنا كما الحبوب الجفل عدد السلوبيا إلى آخره البروتيين الناقص اللي هو الفرماج الحليب رايب هذا من البروتيين الناقص يجوز أني نجمع بروتيين حيواني مع بروتيين نباتي عادي ولكن ما نقدش نجمع نوعين من البروتيين الحيواني زي ما ندير سكالوب ونزيد معه بيض ولا زي ما ندير الحم ونزيد معه شوية سكالوب ولا شوية كبدة لا لا إلا في مرحلة التنشيف شاء الله تكون وصلتكم المعلومة والتحدي إن شاء الله يكون أعجبكم وراه التحدي خفيف أضريف وحنستقبل الأسئلة تحكم نجاوب على قدر المستطى والحسب الوقت نتاعي ونقول لكم نلتقي في الأسبوع الرابع من التحدي ونكمل الشهر ونقول لكم أترككم في رعاة لا وحفظه أطهر الله في روحتيكم بزف بزف إلى الملتقى إن شاء الله وانتي يافح له وتقدري توصلي وانتي ثاني خير منهم مشي غير وما خير منك نقول لكم فلا في روحتيكم سلام نعم